بترول ووزير الكهرباء على الخطة اللي اعلنناها واقرناها لاستمرار اقاف طبعا قطع الكهرباء طوال فترة الصيف ولكن الاهم زيادة انتاج سواء الطاقة الجديدة والمتجددة ومستهدفين حجم كبير من الطاقة يدخل على الصيف القادم يعني اربعة ونص جيجة ان شاء الله يدخلوا من الطاقة الجديدة والمتجددة وايضا مع السيد وزير البترول تسريع عملية زيادة معدلات الانتاج المحلي سواء من الغاز او البترول من خلال الشراكات مع شركاءنا الدوليين في هذا الشأن والنهاردة احنا شغالين مع كل واحد من الشركاء في هذا الامر عشان فعلا نحقق هذا الهدف في اقرب وقت ممكن حبيت ان انا اقول لحضراتكم هذا الموضوع ودي كلها مواضيع شديدة الاهمية للمواطن المصري الجزء طبعا اللي انا عارف هيبقى حرصكم الكبير على السماع لي وايه الافكار اللي موضوعة اللي حيعرضها السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعايز ااكد احنا مش بنضع استراتيجية جديدة ودي امكان انا قلتها لان اثير انتم مش احنا كنا وضعنا استراتيجية هو كل وزير حييجي يضع استراتيجية لا هي استراتيجية واحدة السيد الوزير الحقيقة وضع خطة تنفيذية ويمكن انا اتكلمت عليها الاسبوع اللي فات وقلت حيبقى فيه فرصة ان السيد وزير التربية والتعليم يعرضها خطة لمعالجة المشاكل الحالة اللي الكل كان بيتكلم عليها مشكلة زيادة كسافات الفصول مشكلة نقص المعلمين مشكلة اا يعني ارتفاع نسب الغياب في المدارس وان الولاد سابوا المدارس ورايحين للسناتر والحاجات الاخرى اللي احنا كلنا عارفينها فالحقيقة معالي الوزير كان عرض خطة في مجلس الوزراء وانا طلبت ان هو يعرضها ان شاء الله قدام حضراتكم وايضا تصور للسنوية العامة التصور الجديد لسنوات السنوية العامة على اساس ان احنا ازاي ان احنا نتواكب مع النهاردة النظم العصرية والنظم الحديثة اللي موجودة في التعليم السنوي اللي احنا بعض اولادنا بياخدوها في المدارس الخاصة والمدارس الدولية ان يبقى التعليم نفسه اللي بيتحصد في المدارس الحكومية تواكب مع هذه الموضوعات